الحاجة الوحيدة اللي تعلمناها في الدنيا دي ان نجاح اي منظومة رياضية نجاح نادي نجاح اتحاد نجاح هيئة رياضية بتوقف على العدد من العناصر الاساسية اهمها ان انت يكون عندك مجلس ادارة قوي وده الحمد لله متوفر عندنا ومتحقق تالت ومتلت وتاني حاجة الاستقرار الفني للفرق الرياضية والحمد لله بفضل ربنا برضو احنا الافضل بالنتائج تشهد على الكلام ده انا مش بقول كلام مرسل احنا في الالعاب الجماعية والفردية كل حاجة احنا الافضل فيها واخيرا الاستقرار المالي واللي متوفر ومتوفر اوي كمان بس هنقول ايه من اللي اللي كان السبب من اللي اللي عمل فينا كده ووقف المراكب السيرة هتقول لي هي ايه المراكب السيرة اتعطلت وقفت اه هقول لك اتعطلت وقفت كل حاجة اتعطلت بسبب منضوحة باس اللي حجز على ارصدة النادي من يوم الحجز ده كل حاجة متعطلة داخل النادي دلوقتي الكل داخل النادي الان الموظفين الغلابة والعمال الكادحين مش عايزين يوم واحد في الشهر ييجي انا بقول له حضرك انا معاشره انا عايش معهم اربعة عشرين ساعة في اليوم الموظفين الغلابة والعمال مش عايزين يوم واحد ييجي لانه هيجي ازاي وهو مش عارف ازا كان مرتبه هينزل ولا لا الان على منحة المدارس اللي كان هيقبضها مع مرتبه ودلوقتي مش عارف هيعمل ايه بسبب بني قدم واحد صحي من النوم قاعد كده يا فاكر وقال لك عكنا على الزمال كوية ازاي اداي الناس اللي في نادي الزمالك دول ازاي وهو براح صرف ملايين عشان يحجز على اموال النادي وعشان يأكد الحجز ده راح دفع اتنين مليون وربعمائة الف جنيه دول تقريبا نص مرتبات العمال او الموظفين في نادي الزمالك الرقم اتنين وربعمائة الف ده هو نص مرتبات العمال وموظفين تقريبا في نادي الزمالك بس للأسف اللي انا شايفه في هذا الملف الامر ما يطمنش لان الكل حاطت ايده في مياه برده بصراحة وعلى الدغري كده الكل حاط ايده في مياه برده الكل عمالي اتفرج من بعيد وما فيش غير رئيس نادي مستشان مرتبات منصور وشوات سعفين الغلابة واثنين تلاتة مزعين بس هم اللي بيصرخوا بيتكلموا بيقولوا للدنيا كلها حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك حرام الحجز على ارصدة النادي الاكثر شعبية وجاملية في مصر حرام اللي بيحصل في تلات تلاف اسرة تلات تلاف اسرة اقل اسرة في يوم اربعة يبقى اتناشر الف مواطن مصري غلبان بينتظر اول الشهر عشان يسدد اللي عليه دلوقتي هو مش عارف هيعمل ايه ده نادي الزمالك في عهد ممضوع حباس وانا اسف ان انا بعرض لحضراتكم الصور دي اسف لبشعة المنظر لان ده لا يليك بنادي الزمالك مهما كان ومهما كان الزمان متاخر وكاننا احنا منتكلم على الفين وعشرة يعني من عشر سنين من اتناشر سنة كان نادي الزمالك بهذا الشكل بسبب وجود شخص ما على رأس الادارة وده اللي وصل ليه حال نادي الزمالك هي الناس اللي وقفة دلوقتي مع ممضوع حباس وفرحانة وبتسقف وعمل تفرج من بعيد عايز المشهد ده يرجع تاني هما مش حابين لنادي الزمالك ان هو يكمل مسيرته النكحة دي على كافة المستويات انشائيا ورياضيا وعالميا وقريا على مستوى افريقيا مش عايزين الابطال اللي بتطلع كل يوم يتكرموا بحسودوا بطلات فو كل الالعب هو ده للأسف اللي وصل اللي كان وصله نادي الزمالك لكن نادي الزمالك دلوقتي اصبح نادي ضاهل اندية العالمية والاوروبية كلها وطبعا بعد كلامي ونرفسي دي واحد المفروض هيقول لي هيطلع دلوقتي بيسمعني اي عاقل وانا معاك انا بقول لك معاك ده دلوقتي بقى ده بضدها تتميزي الاشياء والشيء من غير نقيد وباطل ده نادي الزمالك ده نادي الزمالك ده 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 مرتضى منصور ده نادي الزمالك في عهد مرتضى منصور وده اللي احنا اللي انا وغيري وغيري بنتكلم عشان يفضل نادي الزمالك كده وان شاء الله يوصل لأكبر من كده ان شاء الله يفضل أكبر وكل يوم الراجل عنده فكرة وكل يوم بيقدم حاجة جديدة وعشان تبقى يبقى واضح مع حضراتكم اللي مرتضى منصور ده بيعمله وهيعمله كل الكلام ده عشان خاطر ربنا عشان هو عنده امانة ومسؤولية في رقابته لا بيخاف من حد ولا بيعمل حساب لحد ولا الانتخابات في دماغه ومسال بسيط جدا يعني اقل مسال حصل في فترة اخيرة وطبعا هيكون معنا اللقاء كمان دلوقتي عشان نرد على كل اللي شككه وكل اللي حاول يصدروننا ازمة في موضوع طبعا ايمن امير عبدالعزيز هيبقى معنا اللقاء دلوقتي ان شاء الله هتشوفوه بعد قليل لكن انا بقول دلوقتي لو اي حد بيسمعني هتقولي ما انت كل يوم بتطلع تقولينا ما ما تخافوش على نادي الزمالك ما تقلقوش على نادي الزمالك طول ما المستشار مرتضى منصور موجود الراجل ده عنده حلول سحرية ايه المستشار مرتضى منصور عمده حلول سحرية وبتقعد تقولينا عم ايه التكارين بيقولينا ووحمد بيقولينا وخالد بيقولينا وكابتن طاري بيقولينا وكابتن خالد لطيف بيقولينا ما تقلقوش طول على نادي الزمالك طول ما موجود مرتضى منصور انا هرد عليك وقولك اه ما تقلقش ما تقلقش وانا دي الزمالك في امان وما حدش هيقدر يجي جنبه او يعطل مسيرته بس الراجل ايده مغلولة الراجل عنده فلوس وعنده فلوس كتير بس مش عارف يتصرف بسبب الاجراءات وبسبب الحجز الراجل يعمل ايه الراجل ما عنده كل حاجة وعايز يعمل كل حاجة خلص كل حاجة خلص الثلاث صفقات اللي فضلين اقسم بالله العظيم خلص الثلاث صفقات ثلاث صفقات وجده بتوعناد الزمالك رسمي فاهمي نظمي خلصه فاضل اندياتهم بس اللي خايفين من الحجز على الارصدة انا مش طالع بقولك مسكنات انا بقولك الواقع ده الراهن ويمكن بكرة كمان في اللقاء المستشمرة ده منصور كل ده هيتقال بقى خلاص على المكشوف وهو هتحاول تقنعني او تقنع اي عاقل ان الحجز على ارصدة نادي الزمالك موضوع بسيط او امر عادي مش ممكن يكون امر عادي دي كرسة بكل المقاييس نادي الزمالك في كرسة وكل مسؤول عن الرياضة في مصر لازم يتدخل ولازم ينقذ نادي الزمالك وعايز اقول كلمتين عشان ابقى خلصت دميري قدام ربنا قدام حضراتكم مرتضى منصور واقف على تكة والله العظيم واقف على تكة فبلاش توصلوني يقول لكم سلام عليكم يعني سلام عليكم ياخب بعضه ويتكل على الله يراح نفسه المستشار مرتضى منصور خلاص يعني الكيل يعني طف الصاع زي ما بنقول فعشان ابقى خلصنا دميرنا ارجوكم وعقلاء والمسؤولين على الرياضة في مصر تدخلوا وانقذ نادي الزمالك لازم يكون في حل وحل سريع جدا لان احنا خلاص بكرة بعد وخلاص الموظفين يعني هم بقى يواجهوا مصرهم اللهم بلغت اللهم فشد عفوا نروح بقى الموضوع للصفقات واندردش فيه سريعا قبل ما روح لفقراتي النهاردة فيه زمالكاوي وعايز اقول لحضراتكم يعني لما يبقى عندك كادر اداري كبير ومحترم زي امير مرتضى خلص كل حاجة بنسبة كبيرة جدا من الصفقات تسعين في المية اكسن بالله خلصانة بفضلك انت يا رب مش فضل غير الصفقتين تلاتة دول وبرضو مخلصين اللعبة مخلصة عشان برضو ما يبقاش بحدش يقول انت كلامك متناقل اللعبة مخلصة نواقف صفقتين تلات صفقات مش اتنين وقفين على انديتهم بس فامير مخلص الكلام ده قبل الحجز يعني الحمد لله فضل ربنا انه خلص قبل الحجز وده زكاء اداري فاحنا بنتكلم عن صفقتين او تلاتة تانين يبقى لازم اكون صريح مع حضراتكم وبفضل الله اللي العبد لله هيقول لحضراتكم هنا مش محتاج تراجع ورايا انا بقول لحضرتك وعلى مسئولية انا فريرة استكفى وفريقه كامل مكمل والحمد لله فريرة نفسه معتبر ان الخمس لعبين الشباب نمار ويسوف اسامة وحسنة عبدالجين ومحمد طارق وسيف فاروق دول صفقات جديدة مع السبع صفقات طبعا السوبر اللي اتعاملوا انت كده عملت 12 صفقة اعتقد ما فيش نادي يعمل 12 صفقة يبقى ناقصوا حاجة فانا بقول لحضرتك فريرة معتبر ان اموره تمام جدا انت جبتلي صفقتين كمان مش عشان مرتضى وفار له صفقتين امير وفار له تلات صفقات اللي بنتكلم عليهم واحدة منهم اخفقنا فيها وجبنا اتنين داخلوا بركة وزيادة امير بقى كمشرف على الكرة امير كمشرف على الكرة بيعامي ازاي من موضوع الحاجز ده وموضوع الحاجز على الرصد ده امير لا عارف يطلع فلوس ولا عارف يدخل فلوس مستحقت لان دي بره مش عارف اتخش لك ولو دخلت لك مش يتعرف تتصرف فيها فالموضوع صعب والكلمة الاخيرة بقى في الموضوع ده في موضوع الصفقات كمان واللعبين عشان انا زي ما انا متطمن لازم حضرك كمان تكون متطمن فريرا مسئول فني اولا واخيرا وامير مرتضى الموضوع فيها كرة مسئول معاه حساب ما معاهم انا وحضرك نحاسبهم على الاسكوات ده على الصفقات دي على المطلوب نحاسبهم اخر الموسم محتاج ايه نقصه ايه المدرب بالاجنب يا جماعة عشان بس نبقى في الصورة ما بيحبش الكام بيحب الكيف يعني هو مش عايز كام لعيبة مثلا 35 لعب وابتدى دربهم هو اقصى حاجة عنده اقصى حاجة عنده 24 لعب يدربهم هم الاسقهية كده هم كده المدرب الاجنبي كده فالراجل امير دلوقتي بنتكلم في الصفقات الزيادة دي اللي احنا مثلا بنتكلم عشان لقدر الله الحاجات اللي ممكن الحاجات الطارقة اللي ممكن تقابلنا لكن الصفقات خلصانة بس ننزاح الهم الحاجزة على الارصدة ده ينزاح عشان نخلص عشان نبتدي يبقى معنا احتياجاتنا والبدلة وزيادة اللي جاي زيادة مش وقفين عليه عايز اقول لحضراتكم كمان قبل يعني مختم فقرتي الاولى مع حضراتكم ان ان شاء الله الفترة الجاية بإذنك انت يا رب بإذنك انت يا رب هتشهد يعني ان شاء الله انفراجة في امور كتيرة جدا مؤرقة البعض وان شاء الله الواسط الرياضي كله يعود لهدوء ويعود للسكينة والطمأنينة وترجع الامور المياه هادية كده والامور تمشي على سلاسل ان ان شاء الله داخلنا على مرحلة لازم الكل ولازم الهدوء يسود كل الاسعادة وكل الانشطة وكل الكينات وكل المؤسسات في بلدنا ربنا يحفظها يا رب ويكفيها شر اعداءها يعني ان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية بإذنك انت يا رب بإذن الله واخدوا الكلام ده مني ان شاء الله بإذن الله تشهد يعني حالة من الهدوء وحالة من الاستقرار وحالة من ضبط الجميع وكافة الامور والمشاكل اللي على الساحة بس ربنا يكون فعول نادي الزمالك ونقدر ان احنا نخلص كمان ازمتنا بس مع ممضوح عباس دي والحجزة على الارصدة بتاعت النادي عشان نرجع تاني نركز ونبص في ورائتنا بس ونبص في شغلنا بس في نادي الزمالك النهاردة في زمالكاو ان شاء الله يشرفنا كابتن وليد صلاح عبداللطيف في الفقرة الفنية الاولى واختم المسك طبعا مع نجوم واسود النقد الرياضي استاذ مصطفى الجوي لرئيس المنظومة الاعلامية في نادي الزمالك والاستاذ صبحي عبدالسلام وطبعا كلنا وانا اولكم منتظرين غدا بمشيئة الله ظهور المستشار مرتضى منصور مع الاعلامي القدير طبعا واخونا العزيز كابتن خالد لطيف في حلقة خاصة واستثنائية تحت عنوان المحاكمة الشعبية لكل المتربصين المتأمرين على نادي الزمالك العظيم